تابعنا وياكم قبل قليل مشاهدين مقطع مرئي تعريفي عن أعمال الجمعية العمانية للملكية الفكرية وهو أيضا ما سيكون محور حديثنا في هذه المحطة والحديث عن مسابقة الذكاء الاصطناعي وأيضا الملكية الفكرية ونرحب بضيفنا الشيخ عبد الوهاب بن ناصر المنذري نائب رئيس الجمعية العمانية للملكية الفكرية نمسى عليكم بالخير الله يمسيكم بالخير والنور والسرور في هذا المساء السعيد من نظمبر المقيد وكل عام وعمان بألف خير وقايدها المفدى بكل هنى وسعادة وسرور رب العالمين مدام الله على عمان هذه الأفراح نوفمبرية وعمان أيامها كلها أفراح إن شاء الله آمين بكل سرور إن شاء الله بكل تأكيد إذن نذهب للحديث مباشر عن هذه المسابقة الآن مسابقة الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية والهدف أيضا من هذه المسابقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هو هذه ليست المسابقة الأولى التي أطلقتها الجمعية إنما هذا هو الإصدار الثاني أطلقت الجمعية المسابقة الأولى العام الماضي في 2021 وكان أيضا فيها مشاركات طيبة وتقربة جميلة بطبيعة الحال طورناها في هذا العام فكانت في عام 2022 مقالها أوسع وأرحب ولذلك تم توقيه هذه المسابقة من بداية العام في شهر مارس تم تنشين هذه المسابقة في معرض الكتاب في يوم ثلاثة مارس تحديدا وهي موجهة لشريحة معينة من طلبة المدارس هذا العام وهي الفئة العمرية من عام من سنة 12 سنة وحتى 18 سنة أي من طلبة الصفة السادس وحتى طلبة الصفة الثانية عشر هذا هو كان الشريحة المستهدفة بطبيعة الحال كان في تعاون كبير من وزارة طبيعة التعليم وتوطئة وتهيئة جميلة جدا وتعاون مشكور من كافة المعنيين في الوزارة أيضا كان هناك تقاوب كبير وكانت مشاركات قيمة استلمناها في فترة إطلاق المسابقة عن الهدف تحديدا القمعية بصفتها تعنى بقوانب الملكية الفكرية تهدف أولا في هذا القانب إلى استشراف المستقبل من خلال استكشاف الطاقات الإبداعية الكامنة لدى شريحة شباب وهذا الاستكشاف لهذه الطاقات الإبداعية والنبوغ الفكري نستطيع فيما بعد أن نتبناهم كمجتمع كدولة أيضا قهات مسؤولة ومعنية وتنطلق بهم إلى أفاق كم تستهدفون المراحل السنية المبكرة طلبة المدارس بالضبط لأن في السنية المبكرة تستطيع أن تتبنى فيما بعد وتوجههم توقيه السليم وتأخذهم إلى أفاق رحبة عالمية وليست محلية وهذا ما تهدف لي أساس المسابقة في البداية هي استشراف واستكشاف ولكن فيما بعد تبني وصق المواهب وأيضا تبني مشاريع ناجحة تكون في المستقبل وبالذات في التسمية نفسها تسمية الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هو أحد جوانب الاقتصاد المعرفي والاقتصاد المعرفي ميدان واسع واصبح فيه تنافس عظيم بين الدول على الاقتصاد المعرفي الاقتصاد القائم على المعرفة ورأس المال الفكري إلى جانب رأس المال البشري نعم والاقتصاد المعرفي أحيانا يؤصل أصول في الدول أعلى من أصول دول أخرى منتج واحد أو تطبيق واحد تكون له قيمة سوقية عالمية أعلى من أصول دولة كاملة وهذا موجود حاليا في الأسواق إذن نحن نحتاج إلى أن نتبنى هذه الطاقات في البداية نستكشفها وهذا ما تهدف إليه الجمعية بكل تأكيد وأشرت إلى نقطة جدا مهمة أنها لا تقتصر فقط على مرحلة الاستكشاف ولكنها تتبنى هؤلاء الشباب وهؤلاء الطلاب أيضا نعم أخوة ماذا يحدث؟ أولا المنظمة العالمية للملكية الفكرية تطلق شعارات سنوية وهذه الشعارات تصبح ميادين للتنافس هي الوايبو نعم هي معروفة بالوايبو المنظمة العالمية للملكية الفكرية تطلق شعاراتها السنوية فمثلا هذه السنة الشعار كان الملكية الفكرية والشباب لنبتكر من أجل مستقبل أفضل فأحنا أخذنا هذا الشعار وعممناه ثم عملنا المسابقة وعند إطلاق المسابقة مرت هذه المسابقة بمراحل أولها أنه كان فيه إرشادات توجيهية للطلبة والطالبات على حد سواء حتى يعرف مقالات المسابقة أيضا واهتماماتها نعم نحن في الإرشادات التوجيهية مثلا نوقعهم ونقولهم أنه أعمل اسم وصف هل هذا الابتكار جديد أم هو تطوير لفكرة سابقة هل مثلا قابل للتسويق ما هو الأثم الاجتماعي ماذا هي المشكلة القائمة التي سيحلها هذا الابتكار الذي ستقدمنا اثبت لنا هذا الكلام ثم بعدما يقدموا مشاريعهم وتأتي إلينا نحن استلمنا هذه السنة 59 مشروع طلد وهذا عدد قيد من خلال 59 تأهلوا 20 مشروع فقط للمنافسة الأخيرة للفوز العشرين مشروع تمت مقابلتهم والتحكيم عليهم بحيادية بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية الملكية الفكرية الوايبو من جنيف ومن كندا بالإضافة لخبراء من الجمعية وخبراء محليين من السلطنة من جهات مسؤولة معنية لديهم خبرات فتمت مقابلة العشرين مشروع كاملة عن بعد طبعا وافتراضيا ولكن كانت المقابلات أيضا فيها شفافية فيها أيضا نوع من الاستفزاز للطلبة في محاولة معرفة أن قدراتهم الإبداعية هل فعلا هذا إخراج أفضل ما لديهم أيضا بالضبط هذا كان هدف ونستطيع بالتالي لما نسمع الأجوبة أيضا نتعمق معهم في الأسئلة الأخرى المكملة وهكذا فبالتالي نتقن أن هذا المشروع فعلا أنه من ابتكار هؤلاء الطلبة وبالتالي أيضا حقيق بالفوز أو حقيق بالتبني ثانيا أنه نتأكد أنه هم هذا الطلبة عندهم القابلية فيما بعد إلى سقل الموهبة لديهم وهذا ما حدث بطبيعة الحال نحن نحتفل غدا وهذه سانحة جميلة لذكر أن نحتفل غدا بالاحتفاء بكوكبة وبثلة من الأفكار أو من أصحاب الأفكار المبدعة في سلطنة عمان وهم المشاريع العشرة الفائزة من أصل عشرين مشروع متاهد سيتم الإعلان والتكريم؟ نعم حتى الآن لا نستطيع أن نحصل على معلومات حصرية الشفافية لا تسمح نعم حتى شخصيا أنا أعوض في اللجنة ولكني قد لا تكون عندي كل البيانات لأن أيضا فيها شفافية هذا تشويق أيضا دعوة للمشاهدين لأنهم يتابعوا بكرة تفاصيل الإعلان من المشاريع الفائزة هو الإعلان غدا سيكون تحت رعاية مع الأستاذ الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيد التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وسيكون في العريم بوليبارد بالمعبيلة وسيكون في الساعة السابعة مساء وستكون هناك أيضا إعلان المفاجئة طبعا بالفائزين استهدوا الخير جميعا وكل مشارك أنا أعتقد أنه فائز طالما هو احتك بهذه الكوكبة وهي نقطة أود الحديث معكم الآن أهمية التعاون والشراكة مع منظمة الوايبو وأشرت إلى خبراء محليين وخبراء خارجيين أهمية هذه الشراكة وهذا الاحتكاك مع هؤلاء الخبراء هذا جميل جدا حقيقة حتى أنه يعني من باب أيضا التوضيح الإنبهار الذي نحن توصلنا إليه أدى إلى أنه تأتينا رغبة مؤكدة من المنظمة منظمة بأن تعطون شهادات تقدير لكل المشاركين العشرين المشروع صحيح وهذه وحدها فوز لعمان أن المنظمة تكرم وتقدر هؤلاء هذه العشرين المشروع واستلمنا الشهادات منهم أمس وغدا يستلموها أصحابها بإذن الله تعالى إضافة إلى هذه الشهادات من الوايبو القمعية تقدم في إطار الشراكة القمعية تقدم شهادة تقدير تقدم جائزة نقدية للمشاريع الفائزة ستساهم معهم في تسجيل شهادة الإيداع للملكية الفكرية ستساعدهم أيضا في منصة الاستثمر بسهولة لتسجيل منطقاتهم ولكن هذه خطوات داخلية أهم من هذا كله وما سعت إليه القمعية هو تبني هذه الأفكار وسيعرض غدا بإذن الله أول نموذج صناعي من هذه الابتكارات الفائزة شاء الله نقده في السوق في قادم العوام نتمنى ذا نرجو ذلك لأن هذا هو الهدف الأساسي ليس الهدف إطلاق مسابقة فقط أو التوقف عند إعلان فائزين لكن استدامة الاستفادة الضبط هي الاستدامة والتنمية المستدامة تقوم على تبني هذه المشاريع لتأخذ في المستقبل طريقها نحو التصنيع التجاري نحو أيضا التسويق فيما بعد وتكون رائعة في هذه الأسواق سواء أسواق محلية أو أسواق خارجية ولكن الأهم من هذا أيضا يجب أن يصاحب هذا هو تسجيل حقوق الملكية الفكرية إن لم يكن لها حقوق أمارات وهؤلاء المبتكرين وحماية أفكارهم أيضا أولا الجمعية بشكل عام تسعى إلى نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية ولذلك حتى في هذه المسابقة أحد الأرشادات التوجيهية يسأل سؤال مباشر هل سجلت هذا الابتكار كحق من حقوق الملكية الفكرية إن قال نعم يثبت بشهادة الإداء إن قال لا أو قالوا لا الطالبة نحن نساعدهم فيما بعد للتسجيل في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة تجارة وصناعة وترجل الاستثمار المكتب المختص بقضايا الملكية الفكنية والمكتب الرسمي المختص بقضايا الملكية الفكرية والجمعية هي طبعا أرديف ومساند للمكتب باعتبار أيضا أن الجمعية سجلت مثل ما ورد في العرض السابق أصبحت الجمعية مراقب دولي معتمد من قبل المنظمة وهذا أيضا يثبت نشاطات الجمعية سؤال أيضا يعني الآن نلحظ اهتمام سامي من جلالة السلطان هيثم بن طارق بمقال الابتكار بدليل تسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورفع مستوى التمثيل لها من مجلس بحث علمي لوزارة معنية بالابتكار أهمية هذا التوقه وهذا الاهتمام السامي هناك ركيزة أو استراتيجية عفوا هناك استراتيجية وطنية للابتكار اعتمدت من مجلس الوزارة الموقر وأعتقد الآن هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعنى بشكل أساسي بتنفيذ هذه الاستراتيجية إحدى ركيز هذه الاستراتيجية هي الملكية الفكرية ما أيضا أود شيري ليفي هذا الجانب وهو أنه الابتكار ربما الآن أصبح مقال عظيم للتنافس بين الشعوب وبين الدول والمجتمعات ولذلك اتصادات دول قائمة على الاتكار وهنا أيضا أود أن أشير إلى أمر هام جدا وهو أنه الدستور نص في مادة صريحة جدا أن الدولة تحمي الملكية الفكرية قانونا وهذا يعني نص صريح وموجود في الدستور وبالتالي عليكم تنطلقوا والدولة قامت بواقبها وتقوم الآن بواقبها الباقي الواقب على الآخرين المعنيين بهذا النشاط وبهذه القطاعات التي يمكن أن تحقق فائدة في المجتمع تحقق فوائد ما فائدة وحدة أهمها الاقتصاد أهمها القوانب الاجتماعية أيضا المعرفية العلمية البحوث السبق هذه كلها فيما بعد تحقق تنمية مجتمعية شاملة كنت قد بدأت الشيخ عبد الوهاب بالحديث عن الاقتصاد المعرفي ودور الذكاء الاصطناعي في هذا الاقتصاد المعرفي القائم على الرأس المال الفكري أهمية التوقه توقه السلطنة سلطنة عمان نحو هذا الاقتصاد المعرفي تنمية البشرية هي الأساس في كل شيء والتنمية البشرية هي في البداية تنمية عقول وأذهان وهذه التنمية العقول وأذهان هي التي تفرز في بعض نتائج جميلة للمجتمع أو للدولة فيها الحصانة وفيها المعرفة وفيها المكاسب المتنوعة وبالتالي الاقتصاد المعرفي هو اليوم يمثل اهتمامات كثير من شعوب العالم ودول العالم إن لم نواكب العالم في هذا الجانب ويكون لدينا اقتصاد معرفي موجه ومقنن وسليم وفي تبني لهذه الطاقات فكان نعمل جهود ضائعة للأسف ولكن لا الواقع أننا نحن يضع جهود موثقة ومعززة بكافة الوسائل القانونية وأيضا السياسات الحكومية المساندة لحماية هذه المعرفة والاقتصاد المعرفي ربما آخر مثال على قدارة الشباب العمانين هي خطنة سمية السيبانية نعم اللي فازت فيه جائزة أو مسابقة نجوم نجوم نعم على مستوى العالم العربي والمستوى العالمي نعم فنتمنى لها كل كل التوفيق هي حاليا في البرتغال وهي من المكرمين أغدا من قبل الجمعية نعم نعم كل الشكر لكم وليقهودكم بكل التأكيد الشيخ عبدالوهاب بن ناصر المندري نائب رئيس الجمعية العمانية للملكية الفكرية كل الشكر إليكم أهلا وسهلا بكم والشكر أيضا لكم على هذه الاستضافة وهذا التوضيح وتصريط الضوء على دور الجمعية والمسابقة ومقالات الملكية الفكرية بشكل عام مشكورين إن شاء الله إذن مشاهدين كانت هذه ثاني المحطات في هذا المساء النوفمبري في القادم محطة ووقفة مع تقرير لتناول بعض ملامح هذه النهضة المتجددة ونهضة الخالدة تحت المسيرة الضافرة لجلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق حفظه الله ورعى في المتابعة ترجمة نانسي قنقر